وهو معقول يجي موسم المنجة وما نعملهاش خمس طبقات من السعادة تحفة رهيبة جدا يا جميعا حكاية كل معلقة منها هتنسيك الحر وجو الصيف دوت قبل ما نقول عملنا وصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني تقولي القناة وكايم المحتوى لو عجبت اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل سنوصلك كل جديد يلا بنا نبدأ ونشوف عملنا وصفة النهاردة ازاي هنجيب حلة او بولة هنشغل فيها ومعايا كوبايتين من الحليب نزلت كده حوالي بكوباة ونص وسبت النص التاني انت استخدمي على حسب الكمية اللي انت عايزها ودي الكوباة اللي انا مستخدمها كوباية اللي موجودة في كل بيت اللي هي امتين جرام وحطيت عليهم علاقتين من السكر السكر برضو او التحليب تكون على حسب الزوء انزلت هنا بمعلقتين من الكاسترد بيقى طعمه جميل جدا في الوصفة بتاعتنا هقلبهم كده كويس وادوبهم في الفترة دي طبعا بيكون الحليب على النار بيغلي بصوا لازم تدوبيه كده كويس عشان مش عايزها من اي تكتلات بنزل بقى هنا كده بالكاسترد كده وابتدي بقى قلبك التقليب مستمر ما تسيبيش الكاستر بتاعك عشان ما يكالكعش بصي الكوام كده خلاص تقل انا عايزة الكوام بتاعي يكون تقيل كده هوت هشيله بقى كده على جنب واحطه كده في التلاج عشان انا عايزها يكون برد مش عايزة دافي ولا اي حاجة خالص بعد كده هنا بقى معايا عصير منجة كده كده كبيرة شوية ادربها بالخلاط او بالهند بلندر انا عايزها خالص اهو بالشكل دوت كده بصونا عمز زي ما حطتش عليها اي حاجة خالص هو منجة بس تعالوا بقى هنا نعاير بقى كده المنجة اللي احنا اه دربناها عمز هنا معايا حوالي كده كوبية ونص انا هنا مش مش مشغلة النار ولا حاجة لسه كله دلوقتي على البرد هنزل بالسكر نزلت بمعلقة واحدة بس كفية عشان ما يبقاش التحليات تاعتنا تكون سكرها زيادة ونزلت بمعلقة ونص من النشا هقلبهم كده مع بعض بالشكل دوت لقى انت هتشتغل عندك هند بلندر عادي ما فيش مشكلة بقى في ايه حتة التكتلات والحاجات ديت لان احنا ممكن تدربه بالهند بلندر او بالايه بالخلاط بعد كده هنا بقى رفعته مع النار استمر بقى كف التقليب لغاية ما البوري بتاعنا يتقل ويقوم يبقى بالشكل دوت وهدي كده نعمل نجا حلو عشان يبقى طعموها حلو في التحليات بتاعتنا هو بالشكل ده كده بصي او متلاها كده عملت كده بكبكة كده هوت كده خلاص هي كده استوت طلعي بقى من على النار خليها تبرد بص الكوان بتاعنا جميل جدا لا متماسكة ولا ان هي ايه سايبة خالص خلت كده وسط تعالي بقى هنا معايا هاتي معلقتين من الكريم شانتي وهنزل بمعلقة من السكر البودر ودي نص كوبة من الحليب يكون سائع نضرب بقى كده المكونات مع بعض لغاية ما كوام الكريم شانتي يبقى تقيل بالشكل ده كده خلاص بصوا هنجيب بقى الكاسترد اللي احنا كنا شناه في التلاجة وجيمت بصي جيمت بالشكل دوت هبتدي انزل على الكريم شانتي الكاستر بقى مع الكريم شانتي بيبقى حكاية حقيقي في الحشوات لما بيكون برده حكاية تقدر بي تحتي الدوناتس او الكرواسون كل الحاجات دي وهي برده كده بيقى طعمها جميل جدا حقيقي طبعا انا ضربتو كده الاول بالمعلقة كده الاول عشان ايه ما يبهدلش الدنيا لان قوام الكاسترد ساميك شوية فقلت الاول اضربو كده بالمعلقة كده وقالبو بالمعلقة نساعد المضرب شوية عشان ما يقيم ما يكسرش بصو اضربي بقى كده القوام بتاعك لانت ما بقى القوام معانا القوام كريمي طحفة رهيب جدا حقيقي هورهولك بقى دلوقتي شكله عامل ازاي بصي اهو ده كده شكل القوام بتاعنا طعمها بقى حكاية هبتدي احط بقى في كيس من اكياس الحلواني او ممكن لو ما عندكيش من اكياس الحلواني كيس من اكياس التلاجة عادي جدا للكاس اللي احنا بنحط فيها الحليب ديت طبعا ركنتهم على جنب تعالي بقى كده هاتي كده حوالي معلقتين من الزبدة وعليهم معلقتين من الزيت او لو بتستخدم يسامنة آآ عادي ممكن تستخدم يسامنة بس لك انا عشان بستخدم الزبدة فبحط معها الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش دي طبعا معلومة للبنات اللي هي الايه المبتدئة مش لاي حد تاني يعني بعد كده انزلت بقى بالكنافة الكنافة دي كانت متفرزة آآ ابتديت كده افرقها كده بالشكل ده بص يما بيكون متفرزة بيبقى سهل جدا ان هي تفك معايا كده هوت ممكن تعمليها على يعني البتجاز وممكن تدخليها داخل الفرن لرياحك اعمليه انا اخدت الكمية ديت وهبتدي بقى اقلب كده هوت لغاية ما يبقى معايا اللون بتاعي دهبي بس قبل طبعا ما نكمل تقليب هجيب معلقا من السكر لان انا مش هحط عليها السيرب عايزة التحلية بتاعتي تكون السكر بتاعها خفيف مش عايزة سكر كتير وحاجة كده تجزع النفس تلاحظوا ان انا حطى السكر بمقادير بسيطة مش حطى مقادير كتير وهنا قلت مش عايزة حط السيرب عشان ما تبقاش تقيلة حطيت معلقة واحدة بس من السكر البودر وحمرتها لغاية ما اخدت اللون الحلو اللي انت شايفها ده حطينا طبعا في الكاسات بتاعتنا الكنافة وبعد كده الكريمة الجميلة ديت زي ما قلت لكيس من اكاس التلاجعة دي جدا لو ما عندكيش كيس من اكاس الحلوين وبعد كده حطينا بقى دي الطبقة التالتة طبقة البوري بتاع المنجة بالشكل ده دي تالي الطبقة احنا بنعمل خمسة بقى اطفق بعض بصو رهيبة جدا بعد كده بقى جبت بقى المنجة وهقطع كطعة كده صغيرة مش عايزها كطعة كبيرة لانه زي ما انتم شايفين كده الكساتة مش كبيرة قوي ومش غويطة والمنجة كده قطع المنجة دي الفرش دي دي كده الطبقة الرابعة بتاعتنا بقى اطفقها كقطع صغيرة مش عايزينها كبيرة وعايزها تكون قطع مسكة نفسها عشان تدي شكل حلو للطبق او للكاس بتاعنا مش عايزها القطع اللي هي المتهلكة النعمة ديت انا اخدت بس القطع السليمة اهو بالشكل دوت كده ولفيتها برضو الناحية التانية واخدت برضو القطع السليمة منها وهنبتدي بعد كده نوزعها بقى على على الكسات كده من فوق دي الطبقة الرابعة بتاعتنا وشكلها جميل جدا وتعمها حلو قبل ما يكون المنجة كده فرش مع البوري مع آآ طبقة الكريمة الطفة اللي احنا حطناها ديت تعالي بعد كده بقى انا هجيب آآ جيلي دي نص كبية من المياه السخنة وهنزل فيها بنص الباكت ما حطيتش الباكت كله لانا مش هحتاجه كله انا اللي كمية اللي عاملها دي مش تاخد كتير يدوي تاخد حبة كده صغيرين وكملتها كده حوالي ربع كمان ما كملتش انا عايزة يتقلب بسرعة فما حطيتش مياه كتير والمفروض انا حطت الكوبية كاملة انا حطيت آآ نصها مياه سخنة والربع التاني حطيته مياه برده ما حطيتش نص ونص قلتش ان نجمت بسرعة فقللت كمية المياه وبقى عندي بالشكل ده ده خليه بقى لاجه الطبقة بقى اللي هي الخمسة بتاعت الجيلي تبرد وتبقى بالشكل التحفل انت شايفها ده رهيب جدا يا جماعة طبقات حقيقي اذا لما بقول طبقات مساعدة يعني طبقات مساعدة بوري المنجة مع الكريمة مع الجيلي المنجة رهيب مش قادر اقولكو على طعمته لازم تجربوها وتقولي رأيكم عاد اسمع رأيكم في التعليقات طعم التركيبة دي كده مع بعض اعمل معكو ايه تعالوا نفتحها بقى كده ونشوف طعمها تمسكي بقى كده الطبق كده وهو سائع بقى كده وتقولي اكلك منين يا باطة حقيقي تبقىش عارفة تحطي المعلقة بتاعتك في اناحة بالزبط بسو تاخدي كده بقى الطبقات الخمس طبقات اللي احنا حطيناهم دول رهيبة كنافة مع الكريمة مع بوري المنجة مع الجيلي مع القطع المنجة كل ده حكاية عامل ميكس كده خطير جدا حقيقي مش قادر اقولكو على جماله يلا الموجود معي لغاية دلوقتي دوس لايك الوصفة تستحق التجربة لازم تجربوها تستمتعوا جدا بيها وبكده تكون خلصت وصفيتنا النهاردة لو الوصفة عجبتك وحبت فيدي حبيبك واصحابك وقرايبك اعملي لايك واعملي شير للوصفة ولو انت مش مشتركة واو مرة تشوفيني اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل سنوصل الكل جديد متمنى الوصفة تعجبكم وتنفذوها وتقولي رأيكم في التعليقات وقالكوكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته